كلنا متابعين بأن الحركة تسير في الحكومة وفي الدولة بشكل مرتب وكل يوم هناك متابعات وهناك قرارات وهناك اطمئنان أكتر لتقديمه إلى المواطن المصري في كل مكان يعني يمكن كمان تبعنا لما سيد رئيس كرم المرأة المصرية منذ أيام الحقيقة كان فيه في الخطاب ده رسائل كثيرة جدا أهمها هو الاهتمام بالأسرة الاهتمام بالتربية أنا وقفت عند حاجات كتيرة جدا توقف عندها السيد الرئيس وحسيت بجد بأنه أسرتنا بحاجة للاهتمام أكثر خصوصا أولادنا ناس إحنا كتير جدا بنهتم فعلا بتعليم بنهتم أنه الولد يتخرج أو البنت والشهادة ويبقوا في جامعة إيه وكلية إيه ويبقى عنده إيه ولكن كتير بننسى حلهم حلهم الإنساني يا ترى هم عاملين إيه يا ترى لغة حوارهم عاملة إزاي يا ترى هم يعني في الشارع المصري بعيدا عن أعيننا بيقدوا التربية اللي احنا ربيناهم عليها في البيت ولا فيه هناك تجاوز حاجات كتير جدا مش ممكن يجاوب عنها غير الأب والأم والأسرة داخل المنزل حاجات كتير جدا توقف عندها السيد الرئيس وأنا شخصين كنت سعيدة جدا هو كيف التعامل مع المرأة فكرة أنك تتعامل مع المرأة برقي وباحترام وبين قسين لما بنقول وناس تتريأ بالإتيكيت إزاي تبقى واقف وإيدك وراء علشان يعني فيه احترام وكل ما الرجل كان له قيمة وكبر كل ما كان الاحترام بيخرج منه للمرأة احتواءا واحتراما أكثر حاجات كتير الحقيقة توقف عنها توقف أيضا عند الدراما وأهمية الدراما في تشكيل الوعي خاصة للأسرة المصرية والأسرة المصرية الحقيقة يمكن عشان إحنا في مصر تربينا على إحنا بنحب الدراما بنحب الفن وبنحب يكون عندنا قصص بنشوفها على الشاشة والقصص لما بتنقل الواقع بتاعنا وبيبقى جوه النقل ده من خلال صناع الدراما فيه رسالة حلوة صدقوني بتأثر لو افتكرتم كده مسلسلات كتير هتقولوا يا قد اين مسلسل ده أثر مثلا مسلسل لو بفتكروا هي والمستحيل لو تفتكروا هي والمستحيل للكاتبة الله يرحمها الكبيرة فاتحية العسال اللي كانت بتقدم رحلة فتاة بتبدأ من لاشي يعني عندها مشاكل زوجية بتقرر إنها تتعلم لحد ما بتتخرج يعني كانت أمية لحد لما بتتخرج وبتتعلم وبتبقى كمان كاتبة وبتبقى صالحة في المجتمع فالحقيقة أفكار كتيرة جدة لو الدراما حقيقي هتقدمها وتهتم بيها خصوصا في هذه الأوقات من العالم احنا بحاجة للناس اللي تطبطب علينا وتخش بيوتنا وتقدم لنا رسائل سلامة